عصفة القرن تخفي كاليفورنيا الآن في أمريكا وبيضا يعلن حالة الطوارئ ويأمر السكان بالهروب ولكن إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع فالدل على الخير كفاعله عواصف جديدة في كاليفورنيا وكأن نهاية العالم ستبدأ من أمريكا أمريكا تحارب الرياح والأمطار والسيول وبيضا يفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ويطلب من المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع نهائيا مهما كان السبب فقد أصيبت أمريكا بقنبلة إعصارية انتشر الخراب بكامل الولايات الأمريكية العاصفة الجديدة تأتي بعد أيام من عاصفة القرن ويبدو أن الولايات المتحدة هذا العام على موعد مع شتاء استثنائي مدمر إذ لم تكد عاصفة القرن تهدأ قليلا حتى هبت قنبلة إعصارية مدمرة في كاليفورنيا أيضا وكأن الأعاصير والسيول ترفض ترك الشوارع الأمريكية في هدوء وتستهدف القنبلة الإعصارية أو العاصفة الوحشية كاليفورنيا هذه المرة وهذا التعبير قد تم تسميته بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية هذه المرة جاء الدور على ولاية كاليفورنيا حيث تواصلت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والتساقطات التلجية في الانتشار والتدمير وتسبب ذلك في حرمان عشرات آلاف الأسر من الكهرباء بالإضافة إلى إغلاق عدة طرقات في منطقة تضريبها عاصفة شتوية تلو الأخرى وبالإضافة أيضا إلى التسبب في الكثير من الوفايات بين السكان والمواطنين وحضرت الأرصاد الجوية أيضا من فيضانات مباغدة في المنطقة الساحلية التي قد تسبب لوفايات وتحصد ورائها الكثير من الخسائر البشرية والمادية وأعلن حاكم كاليفورنيا غافلسوم حالة التوارئ لتيسير عمل خدمات الإسعاف وأجازل الحرس الوطني تدخل في حالة حروط دمار غير متوقع وحضرت الأرصاد الجوية من أن الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي ستؤثر على كاليفورنيا طوال أيام الأسبوع مع أمطار غزيرة وفيضانات تجرف معها حطاما وانهيارات طربة بالقرب من المناطق التي شهدت حرائق مؤخرا وتساقطات تلجية كتيفة في الجبال ورياح عاتية مدمرة لا نهاية لها ظاهرة النهر الجوي هي كناية عن شريط ضيق في الغلاف الجوي يشبه النهر محملا بكمية كبيرة من الرطوبة من الخطوط المدارية ليس بالنادر حدوث هذا في كاليفورنيا شتاء ولكن هذه المرة تكون مصحوبة بقنبلة انخفاضية قادرة على خفض الضغط على نحو مباغت وشريد السرعة ما يولد رياح عاتية جدا ربما لا تبقي ولا تدر وشبهت حاكمة ولاية نيويورك هذا الوضع بعض العاصفة بمنطقة حرب وقالت للصحفيين من المؤكد أنها عاصفة القرن الأخطر في تاريخ أمريكا وأدت العاصفة التلجية والرياح العاتية ودرجات الحرارة شريدة الانخفاض إلى إلغاء نحو عشرين ألف رحلة جوية وتسببت العاصفة في حوالي ستين ألف حاردة سيرا على الأقل مما تسبب في الكثير من الوفيات وكل ما حدث مرتبط بسوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة خلال عاصفة القرن وصدرت بلاغات تحضر من الفيضانات موجهة إلى أكثر من أربعة وثلاثين مليون شخصا في كاليفورنيا وألغيت عشرات الرحلات وأغلقت المدارس على سبيل الإحتياط في حين كان حوالي مئة وتسعون ألف منذر ومتجر ويعد شمال كاليفورنيا لسيما محيط سان فرانسيسكو وساكرامونتو المنطقة الأكثر عردة للخطر وصدرت أوامر بالإخلاء في منطقتين سانتا باربارا وسانتا كروس في جنوب سان فرانسيسكو بالقرب من الغابات التي اندلعت فيها الحرائق وفي سان فرانسيسكو تم إنشاء مركز للعمليات الطارئة ووقفت خطوط تيليفريك الشهيرة أغلقت المطاعم والحانات وطلب من بعض السكان العمل من منازلهم وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع أن تغطل أمطار غازيرة يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا ويحتمل أن تتسبب في سيول وانهيارات أرضية كبيرة وأضافت الهيئة أنه بالإضافة إلى الأمطار الغازيرة من المتوقع أن تغطل تلوج يتراوح سمكها بين حوالي 30 و90 سنتيمترا خلال مطلع الأسبوع وذلك على سلسلة جبال السييرة حيث تم قياس تراكمات للتلوج بارتفاع يتراوح بين 30 و45 سنتيمترا في وقت سابق من هذا الأسبوع ويأتي التنبؤ المقلق في أعقاب عاصفة ضخمة من المحيد الهادئ صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة وتلوج كثيفة في أنحاء المنطقة اليومين بقي 60 ألف منزل وشركة بلا كهرباء بسبب الضقص عرضت فضائية يورو نيوز اليوم أمس تقرينا مصورا يرصد إعلان حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة طوارئ استعداد لمواجهة عاصفة جوية هي الثالثة في أسبوع واحد وتم إجلاء أعداد كبيرة من سكين المناطق الأكثر عرضة لوقوع الأضرار كما تم الاستعداد لأي انقطاعات كهربائية محتملة وقال حاكم كاليفورنيا جابي ميسون إن الإجلاء سيسمح بالاستجابة بسرعة مع تطور العاصفة ودعم المسؤولين المحليين في استجاباتهم المستمرة ووسع المسؤولون 8.5 من الأكياس الرملية يوم أمس على السكان في منطقة خليج سان فرانسيسكو وحضرت السلطات السكان من التواجد بالشاطر التي وصل ارتفاع الأمواج بها إلى أكثر من عشرين قدما اللهم إني أسألك بأنك الرحمة كلها الرحمن الرحيم مجيب الدعاء الفتاح العليم ارحمنا رحمة لا نضل بعدها واغفر لنا مغفرة لا نتيه إثرها ونوّلنا عونك وهداك على أمورنا كلها إنك عظيم الرجاء ربي أسألك بحق محمد الرسول رحمتك إلى الخلق ونور تكوينك للوجود وبركة أسقاع الأرض أن تعافينا وترحمنا وتشملنا بلطفك وبتيسير أمرك وتهوين قضائك يا مالك الفلاح ويا مجري الرياح اللهم أسألك برحمتك التي هونت بها الأمور الصعاب على خلقك أن تهوين علينا كل عسير وترحمنا برحمتك التي لا تستثني منها أحدا يا الله يا رحيم اللهم احفظنا واغفر لنا وتب علينا وجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله رددوا معي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شكرا لكم على متابعة الفيديو إلى نهايته إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تسمع؟